اشتركوا في القناة وتابعينا مشاهدين الأعزاء من قسم الخضار والفواكه قسم الألوان وقسم الروائح الطيبة نستعرض إن شاء الله فيها وياكم اليوم أسعار الخضروات والفواكه الموجودة عندنا في هذا السوق الجميل والسوق المميز وطبعا مثل ما تعرفون هذا السوق عبارة عن ثلاث أقسام قسم الأسماق قسم اللحوم وقسم أيضا الخضروات والفواكه وهذا القسم في مجموعة أيضا من المحلات اللي تبيع العسل تبيع المكسرات وأيضا تبيع البهارات وأيضا الحبوب من غير أيضا العيش والطحين وأشياء كثيرة والحمد لله وعندنا هذا المحل سلام عليكم بيه شيف حالك؟ طيب أول شيء شو حاطوا انته هذا فوق؟ خرشوب ما يسمونه هذا؟ هذا خرشوب خرشوب تعال شوية هنا الخرشوب عندنا اليوم ما شاء الله على كم هذا؟ هذا 35 درهم على 35 درهم ملوين هذا؟ من مصر الخرشوب اليوم موجود متوفر عندنا من مصر وسعر الكرتون هذا 35 درهم نعم 35 درهم تفضل بارك الله فيك والذرة كم اليوم عندك هنا؟ 15 درهم 15 درهم نعم 15 درهم للصندوق أو العلبة هالي يشوفونه مشاهدينه الأعزاء طبعا ما شاء الله سوق الجبيل فيه تنوع فيه تنوع كثير من الخضروات والفواكع على حسب الاعداد التي يتيه هذا السوق بالإضافة إلى الجاليات الموجودة مثل ما تعرفون نحن في دولة الإمارات والحمد لله عندنا جاليات كبيرة من الجاليات الأسوية والأوروبية والعربية وما شاء الله كل شيء يوفره لكم عندنا في هذا السوق هنا ignorنا الفجل والورقيات معروف سعرا على الدرهم على الدرهم ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا الخاص اليوم كم؟ الخاص في قم سا خمسة خمس درهم الخاص على خمس درهم الطماطة اليوم كم واصل؟ طماطة زين طماطة خمسة ثاني في هذا صندوق ه هالسور صندوق Against the spot صندوق على خمسة عشر والكيلو على خمس درهم خمس درهم هذا خمس درهم ثلاث دراهم. ثلاث دراهم. انزل يوعدنا هناك انت. ما شاء الله. ومسوي هنا ما شاء الله طباق هذي على كم. ايه. عشر خمسة ثمانية عاشرة كله. ما شاء الله. البامية كم عندك. عشر. على عشر. البامية على عشر. الفلفل هذا حار ولا بارد. هذا مشكل يعني. مشكل. فلفل حار. ايه. وش وصد. كم بعد. ثمانية. ثمان دراهم. عليه ثمان دراهم عدنا سعر الطباق هذا الواحد مشاهدين الاعزاء. ومثل ما تلاحظون ما شاء الله البضاعة الان توصى وغير الزبان اللي ماخذين الطلبات شرام ما شوفون. عدنا هنا في هذه العربانات وظاهرين. ما شاء الله عليهم. وهني عدنا ايضا نكمل اياكم. عدنا الكستنة. كم حينة? كستنة. ما لدينا هذا. على كم? 12. 12 درهم. الكستنة اليوم. على 12 درهم. شرام ما شوفون عدنا هنا. ما شاء الله. الاحجام هذه. على 12 درهم سعر كيلو الكستنة. وهني عدنا ايضا الصنطرة كم? خمس. خمس درهم. رمان احين ملوين ليه موجود? رمان احين ملوين ليه موجود? رمان احين في تركي. تركي. بعد عماء المصري. خفيف خلاص. خفيف. انزي. والذره? والهندي موجود. والهندي موجود. هذا عدنا كم الدره هنا? سبع. سبع درهم. محلي هذا? محلي. شمام ما شاء الله. ما شاء الله كم? ما شاء الله يمني. على كم? سبع. سبع درهم. شمام. وايضا قامت وصلنا الان فاقة الهمبة او المنقا مشاهدين الاعزاء من اليمن. وهذه كم سعره? ثمان. سبع. سبع درهم. على سبع درهم. يعني هاي وحدة كم يطلع السعرها تقريبا? كيلو نوس كيلوين. كيلو نوس كيلوين. درهم طبعا اسبوع الماضي واللي قبله. الاسعار كانت على 40. لكن العقب نزلت على 35. والان ايضا تابت على 35 درهم. يزاك الله خير. بنكمل ياكم جولتنا متابعينا. مشاهدين الاعزاء. في هذا القسم الجميل والمميز. مثل ما اخبركم دائما قسم الالوان. ليش الالوان? تحصل دتش عليها. ما شاء الله. لون واحد. اللي هو الاخضر. مثل ما شونا عندنا ليح. والوان ثانية من الفواكه. بتكون بعض الوان مختلفة. من هنا انظروا ناصر. ناصر انظر ارم في حال كو albeit؟ بتكون عافية. ناصر شو عندك اليح oftentimes حاجة؟ مشا الله. موسمي الأحلي؟ نعم. الى كم بعد حاجة? درهمين نصب%. درهمين ونصبخ. درهمين ونصب يوم. درهمين ونصبت ليح اليوم. سعر كيلو ليح مشاهدين الاعزاء. مثل ما لدوا عندنا ما شاء الله الظاSub. وعد لنا هذا النوع الثاني. هذا على كم هذا؟ درهمين كلو. على درهمين. على درهمين اليوم عندنا فيه على ثلاث درهم وفيه عندنا أيضا على درهمين مشاهدين الأعزاء الليح طبعا مثل ما تعرفون فيه موسم الصيف وعدنا أيضا موسم الشتاء والأسعار من درهمين إلى درهمين ونصف مثل ما قال أخونا ناصر نصير جدام وياك أيضا نشوف عندنا الذرة وعندنا العنب وعندنا ما شاء الله فواكه كثيرة وجميلة ناصر أول شيء يبطل ذرة خلنا نشوف بارك الله فيك تبارك الرحمن عندنا المحلي هذا؟ ماهلا كم سعر يا ناصر؟ 6 درهم 6 درهم 6 درهم أسبوع الماضي كانت بين 7 إلى 8 درهم اليوم على 6 درهم الكيلو كم حبه؟ 4 أو 5؟ 3 أو 4 هذا كبير يوجد 3 أو 5 درهم نعم الكبار يكون ثلاث حبات والصغار بين 4 إلى 5 درهم هذا يعتبر كبير حيني نعم واليوم على 6 درهم العنب يا ناصر أنا بعد 15 دمزر 15 أول واحد والذي عقبة؟ هذا 12 12 والثاني 10 على 10 ما شاء الله نزيل واليوم الكستنة بعد متوفرة حين موجودة 10 على 10 نشوف الكستنة هني هذه الكستنة مشاهدين الأعزاء الكستنة ما شاء الله متوفرة اليوم عند أخونا ناصر على كم ناصر؟ 10 كيلو 1 يبيع عقبة 12 1 على 10 1 على تقريبا 7 درهم على حسب طبعا مثل ما أخبركم دائما الكميات الموجودة وعندنا في سوق الجبيل ومثل ما أخبرناكم التنوع ما شاء الله التنوع موجود يعني تدخل سوق الجبيل تحتار شو تاخذ من الخضروات أو الفواكه الموجودة مثل ما أخبرتكم عندنا الفواكه المحلية عندنا أيضا المستوردة وعندنا المستوردة من آسيا وعندنا المستوردة أيضا من أوروبا وعندنا ما شاء الله من دول الخليج وأيضا الدول المجاورة أو دول العربية ما شاء الله مثل ما تعرفون من المغرب من مصر وعندنا من اليمن وعندنا من أماكن مختلفة بالإضافة إلى الفواكه التايلندية ناصر شو هذا الهمبن اليمني هذا نزل الكرتون إذاك الله خير ناصر كم ناصر هذا؟ 530 35 أحيان حلو الموسمة رغم واحد ضمان مالك إن شاء الله إن شاء الله ضمان ناصر هذه الفاكه أخونا ناصر ما بيقصروا ياكم في السعر أيضا بيكون السعر اليوم على 35 حطة شده ناصر شوي خلنا نشوف على الكاميرا نحي ناصر هذا بالغ ولا شكل اللون بلغ هذا ماييك أخضر خلاص أصفرية داخل داخل أحمر أحمر ماشهلا تبارك الرحمن والسعر قلنا اليوم على 35 درهم مشاهدين الأعزاء ناصر تعال خلنا نشوف ياكني أنتم سوي الأفوكاتو هنا الكيني على كم؟ هذا 10 على 10 الطبق هذا على 10 درهم ما شاء الله هذا مستويات بعد بالغات حق العصير ناصر؟ عصير عصير رغم 1 ما شاء الله تبارك الرحمن وعدنا أيضا الخيار يا ناصر هنا كم عندنا الخيار؟ خيار 8 8 درهم محلي؟ محلي الخيار محلي اليوم عندنا مشاهدين الأعزاء مثل ما تشوفون هنا الخيار والفواكه المختلفة أزاك الله خير ناصر شكرا بارك الله فيك ننتظر محل آخر من المحلات الموجودة عندنا في سوق جبيل متنوعين بعد في الخضروات والفواكه السلام عليكم عليكم كيف حالك؟ الحمد لله طيب أول شيء هذا شو يديدك؟ الطماطة الأصفر؟ طماطة 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 ما شاء الله عندنا لحظة هذا هنا شوية وعدنا شوية عطني راشد هذا اليوم عندنا نوعين ما شاء الله الأصفر والأحمر ما شاء الله على كم؟ هذا 10 على 10 على 10 ما شوي غاري؟ ولا زين؟ 10 8 10 إلى 8 10 إلى 8 دراهم تقريبا عندنا طماطة لون الأصفر وعدنا أيضا الأحمر محلي 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 ما شاء الله الآن الحمد لله في دولة الإمارات المزارع والمنتوجات عندنا المنتجات طبعا المحلية بأنواعها البذور طبعا شيء من الخارج أيضا عندنا الانتاج المحلي والليتشي كم هنا؟ هذا 10 على 10 أول غاري 15 نقص نقص السعر نعم على 10 دراهم والشيكو أيضا متوفرة هندي وعدنا التنين دراغن دراغن فروتز 18 18 13 ما شاء الله نزيل وهذا كم قلنا سعره؟ 8 دراهم إلى 10 الطماط طبعا يشوفون الآن بين 8 إلى 10 دراهم وعدنا أيضا الباميا واللوبيا هذا لوبيا صح؟ لوبيا لوبيا كم؟ لوبيا إلى 10 على 10 مصري أو هندي هذا؟ هذا يوماني عماني ما شاء الله لأنها أتينا من مصر من الهند وأيضا من سلطانة عمان وفروت هنا؟ فروت هنا 10 على 10 وفروت هنا وفروت هنا 5 يمني يمني كل كم 35 تبيعون؟ واجي سكر لا يوجد حد يبيع 20 25 ما شاء 30 شوية غالية بعدها غالية قبل سبوعين أو أربعين كان إن شاء الله ممكن أن أقصب نعم لكن الآن نقصن زي النبج عندك؟ النبج نشوف النبج ما شاء الله على كم الكيلو؟ تعال هنا هذا عندنا صابر صابر ما شاء في حالك؟ طيب ما شاء الله كم النبج عندك؟ نفس اليوم جديد فيه مالجبل هذا ماليبل إلى كم؟ هذا كلو 20 دراهم إلى 20 وهذا ما شاء الله؟ هذا ركز اليوم هم كم؟ هذا10 10 دراهم عندنا النبج ما شاء الله بأنواع والأحجام مختلفة عندنا من اليبل و المزارع و على عشر و هذا كم قلت لي صابر هذا كم؟ 20 دراهم 20 دراهم 10 دراهم كل هن على 10 الكيلو النبج عندنا على 10 دراهم و شوفوا الأحجام ما شاء الله تحسبونا لومية ولا تفاحة الحجم ما شاء الله شرام ما شوفونا و على 10 دراهم فندال عندك كم هنا؟ في الرعد و مع 10 دراهم على 10 دراهم و عندنا هناى النارنج على 10 دراهم على 10 دراهم و مع 10 دراهم اليوم مشاهديننا الإعزاء طبعا المحل هذا يخصوص في بيع الخضروات و الفواكه المحلية مشاهدين الإعزاء إنتاج مزارع الدولة و إضافينا الخضروات لأمزنا مشاهدين الإعزاء النبات موجود في هذا المحل عند دخولنا صابر صابر خانا نشوف هات يدك شوي اضرب شوي اضرب خانا نشوف البودر اللي يطيح شوي تشذي يزاك الله خير يوم بتابعون تاخذون النبات تتكدوا من هذه الحركة لازم يتم اللقاح او البودر هذا ينزل عديكم اخلاف تشترون القطعة هذه من النبات وعلى كم عشرين وعلى كم قتلي هذا؟ 20 درم على عشرين درم يزاك الله خير اذا المتابعين ومشاهدين العزاء وصلنا معاكم الى ختام جولتنا وفقرتنا الرائعة من سوق الجبير وكانت جولتنا اليوم طبعا في هذا القسم الجميل وميز قسم الخضار والفواكه قسم الالوان واستعرضنا فيها وياكم اليوم اسعار الخضار والفواكه ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات وفقرات قادمة حياكم الله مع السلامة